اشتركوا في القناة موجودة بكل خلية باجزامنا طبعا لان كل انسان او اي كائن حي بيبتدي خلقه من خلية وحده وهي الخلية نفسها بتنقسم وبتنقسم لحتى يتكون الانسان كاملا يعني اذا فكرنا فيها فعلا نفس الخلية انقسمت كيف تحولت شي لخلايا عصبية وشي خلايا جلدية وعضمية وعضلية وهضمية وإلى آخره كيف وهنا بالأساس خلية وحدة تخيل عينك تكون بتنتج الحمض اللي بتنجو معتك يا لطيف التخيل صعب طيب ليش ما تقدر تطلع بدل الدمع حمض مع انه خلايا العين وخلايا المعدة وكل خلايا الجسم فيها نفس الدي اي فالمعلومات الموجودة هي نفسها بكل الخلايا بس طبعا لا نستعجل الموضوع بيتنظم بطريقة بتميز كل خلية عن التانية تريليونات من الخلايا وكل خلية داخلها نوات وداخلها النوات نوية داخل النوية المادة الوراثية اللي هي عبارة عن 46 كروموسوم اللي بيسمى بالعربي صبغي وكل كروموسوم عبارة عن مجموعة من الجينات وكل جين عبارة عن وحدات متتالية من النيكليوتيدات واللي هي جزيقات من الدي اي مركب كيميائي يسمى الحمض النووي دي اكسي رايبونيكليوك اسيد الو اربع اشكال كل شكل بنرمز له بحرف باختصار المادة الوراثية عبارة عن جزيقات دي اي متصلة ببعضها كل كم واحدة تعطي شفرة معينة بتفهمها الخلية في طرق عديدة لتنظيم الجينات بخلايا الجسم قلنا انه الدي اي مركب كيميائي تختلف اشكاله الاربع باختلاف اجزاء معينة منه وكل شكل يسمى باسم معين جوانين بنرمز له بجي سايتوسين سي ادينين اي فيامين تي اربع احرف جي سي اي تي بيرتبطوا مع بعض بشكل خطي تماما مثل الاحرف الابجدية ارتباطها ببعضها بيعطي كلمات ومعاني واوامر متنوعة هاي الكلمات او الاوامر هي الجينات فسبحان الله مليارات من المعلومات عن عمل الخلايا بجسم الانسان والاوامر اللي بتاخدها لحتى تكون كل صفات الجسم بتصدر من اربع احرف كمان متل لغة برمجت الكمبيوتر رقمين اللي هنين صفر واحد بيعطوا عدد لا متناهي من الخيارات والاحتمالات صفر صفرين ثلاثة صفار واحد واحدين صفر واحد صفر واحدين واحد صفر واحد صفر واحد صفر عدد لا متناهي من الاحتمالات كل منها شيفرة بتدل على امر معين المادة الوراثية اللي هي شريط من الحمض النووي الDNA بكل الكروموسومات بتشكل متل اذا بدنا نشبه بمخطوط او مرجع فيه معلومات وطرق تصنيع للبروتينات وابراز الهرمونات والحمود والاحساس النمو وكل شي بيصير بالجسم وكل خلية بتستخدم جزء من هذا المخطوط اللي بيهمها لتقوم بعملها خلايا العين ما بيحق الا تستعمل المكان اللي فيه معلومات خلايا المادة لذلك ما بتقدر تصنع حمض الهايدروكلوريك اللي هو حمض المادة نفس الشي خلايا المادة بيسمح لانزيماتها تفوت فقط على القسم الخاص فيها والخلايا العصبية على قسمها والعضلية على قسمها والعظمية وهكذا بيكون بالنوية الخاصة بالخلية كل الDNA مطفة واللي مشغل فقط القسم الخاص بالمهمة المكلفة فيها هاي الخلية على فكرة قلنا انه بيرتبطوا ببعض بشكل خطي لتكوين الجينات لكن نحن عادة منشوف شكل الصبغي عبارة عن حبلين متقابلين لبعض هاد لأن هاي الجينات المتكونة من وحدات الDNA واللي جاية من الام بتقابل الجينات اللي جاية من الاب بشكل رأسي الجوانين مقابل السايتوسين الأدينين يقابل الثيامين الجي مع السي والأي مع التي حفظا بسيط الجي والسي بيشبهوا بعض الأي والتي بيشكلوا كلماتات سبحان الله بداية خلق الإنسان هو من التقاء حيوان منوي يحمل 23 كروموزوم وبويضة كمان 23 كروموزوم بيصير المجموع 46 وهي بداية التكوين خلال 30 ساعة بتنقسم وبتصير خليتين بعدها بعشر ساعات بيصيروا أربع وبعدها بيومين ونص بيصيروا تمانة وهكذا إلى أن يصبح الجنين كتلة من الخلايا المتماثلة تماما وبيبدأ التمايز والانقصام مستمر مجموعة بتضل متل ما هي بتكون المشيمة والباقي بيصير يتمايز ويكون الجهاز العصبي العظمي العضلي والجلد والعيون وإلى آخرية كل خلية بتتجه لتقوم بعمل معين سبحان الله بطرق إبداعية بعضها مكتشف وبعضها لا بيصير تتوقف أجزاء من الـ DNA عن العمل وتتشغل أجزاء وهيك بتتمايز الخلايا وبتظل تنقسم وتنقسم وبكل مرة بتنفكي المادة الوراثية وبتتضاعف وبتنقسم الخلية هاي المادة الوراثية اللي هي سلاسل من الـ DNA إذا انفردت يعني وصلنا الكروموزومات مع بعض بيطلع طولها مترين مترين من الـ DNA بينلفوا بطريقة عبقرية وبينوضعوا بنوية بدنا مجهر الكتروني لنشوفها عدد الخلايا بالإنسان المعتدل القامة تقريبا 50 تريليون خلية وبكل خلية مترين معناها طول سلاسل الدين حوالي 100 تريليون متر بكامل الجسم ولما بيكون بعد الشمس عن الأرض 150 مليار متر معناها كل واحد فينا عنده ما يكفي من الدين للذهاب للشمس والعودة 300 مرة أو لللف حول الكرة الأرضية عبر خط الاستواء 2.5 مليون مرة هل تصدق هذا؟ سبحان الله وهذا فقط لشخص واحد فاتخيلوا لكل البشر ولكل الكائنات الحية والشبيهة بالحية من أصغرها على مستوى البيروسات والجيراثيم مرورا بوحيدات الخلايا إلى النباتات والحيوانات وكل الكائنات بالعالم فعلاً أمر لا يمكن للعقل أنه يتخيلوا بس خلايا المشيمة بالضل مثل ما هي دون أي تغيير بالمادة الوراثية فيها وهي اللي نسميها الخلايا الجزعية لذلك صار فيه بنوك للمشيمة لأن على فرض أي شخص لما كبر أصيب بمرض مثلاً تليه في كبد أو السكري أو العقم أو القلب أو كثير من الأمراض اللي في أمان أنها تتعالج بالخلايا الجزعية من أهم المشكلات اللي بتواجه هاي الطريقة بالعلاج هو رفض الجسم للخلايا المزروعة لكن لما بتكون الخلايا المزروعة مصدرها المشيمة الخاصة بالإنسان نفسه تعطي نتائج أفضل بكثير وأهم شيء تقبل الجسم إلها كبير كثير لأنها جاي من الجسم نفسه سريعاً حتى ما كنت ذكرت شيء بدون مع واضحه العلاج بالخلايا الجزعية أو الستيم سيلز هو من أنواع المعالجة اللي أخدت سيت كبير وحققت نتائج رائعة وعطت أمل لكثير من الحالات اللي كانت قديماً مستحيلة إذا كان مريض عنده تلف بخلايا عضو معين مثلاً مثل الكبد فبيحاولوا الباحثين أنهم يزرعوا خلايا غير متميزة أي جزعية مثل الخلايا المشيمة بالمكان التالف وهي الخلايا بتتميز وبتعود مكان الخلايا الأديمة التالفة يعني إذا متموت جزء من عضو بالجسم فبتجي هاي الخلايا وبتعبي محل الخلايا الأديمة المتموتة هاي كانت نظرة عامة للمادة الوراثية بجسم الإنسان ومعنى الكروموسوم، الجين، النوكليوتيد، الدين اي وإبداع رب العالمين في خلق الإنسان والخلق كله من أصغر الكائنات إلى أكبرها إن شاء الله أن الحلقة كانت مفيدة وممتعة بالنسبة لكم شكراً لكم شكراً لإستماعكم شكراً لكم